موسيقى الدرس الأول الزوايا الناتجة من تقاطع مستقيمين نشاط واحد خان يونس ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة من حيث عدد السكان والمساحة أتأمل الصورة الجوية المجاورة وأكمل واحد عدد الزوايا الناتجة من التقاطع يساوي أربع زوايا نلاحظ الصورة أن تقاطع مستقيمين إذن يوجد لدينا أربع زوايا اثنان نسمي الزاوية واحد والزاوية اثنان زاويتين متكاملتين لأنهما تقعان على جهة واحدة من المستقيم لا مواحد وتشكلان معا زاوية مستقيمة ثلاثة الزاوية المستقيمة قياسها مية وتمانين درجة أربعة الزاوية واحد والزاوية أربعة تقعان على جهة واحدة من المستقيم لا ماتنين وتشكلان معا زاوية مستقيمة إذن هما زاويتان متكاملتان خمسة الزاوية اثنين والزاوية تلاتة متكاملتان لأنهما تقعان على جانب واحد من المستقيم لا ماتنين وتشكلان معا زاوية مستقيمة ستة نسمي الزاوية واحد والزاوية تلاتة زاويتان متقابلتان بالرأس لأنهما لهما الرأس نفسه وكل ضلع من إحداهما هو امتداد لضلع على الأخرى سبعة الزاويتان اثنين وأربعة متقابلتان بالرأس لأنهما الرأس نفسه وكل ضلع من إحداهما هو امتداد لضلع من الأخرى أتعلم الزاويتان المتكاملتان هما كل زاويتين يكون مجموع قياسيهما يساوي مية وتمانين درجة الزاويتان المتقابلتان بالرأس هما كل زاويتين لهما نفس الرأس أو لهما الرأس نفسه وتقعان في جهتين مختلفتين متقابلتين وكل ضلع من إحداهما امتداد لضلع من الأخرى نشاط اثنان أتأمل الشكل المجاور ثم أكمل أسمي ثلاثة أزواج من الزوايا المتكاملة وثلاثة أزواج من الزوايا المتقابلة بالرأس الزاوية با ها ألف والزاوية ألف ها واو متكاملتان زاويتان متكاملتان اثنان الزاوية ألف واو مين والزاوية ألف واو ها متكاملتان ثلاثة الزاوية ألف واو ها والزاوية دال واو ها متكاملتان أربعة الزاوية با ها ألف والزاوية جيم ها واو متكاملتان بالرأس خمسة الزاوية ألف واو ها والزاوية ألف واو دال متكاملتان بالرأس ستة الزاوية با ها جيم والزاوية ألف ها واو متكاملتان بالرأس نشاط ثلاثة أقيص الزواية الناتجة من التقاطع في الشكل الآتي وأقارن نتائج مع زملائي ماذا نلاحظ وأكمل الزاوية واحد والزاوية ثلاثة دائما متساويتين في القياس وهما زاويتان متكاملتان بالرأس الزاوية اثنين والزاوية أربعة دائما متساويتان في القياس وهما زاويتان متقابلتان بالرأس أتعلم الزاويتان متقابلتان بالرأس متساويتان في القياس نشاط أربعة أتأمل الشكل المجاور المستقيم ألف با يقطع المستقيم جيم دال قياس الزاوية ألف ها جيم تساوي ستين درجة أوجد قياس الزاوية جيم ها با وقياس الزاوية ألف ها دال وقياس الزاوية جيم ها با يساوي 180 درجة ناقص ستين يساوي 120 وأيضا ألف ها جيم يساوي قياس الزاوية جيم ها با يساوي 20 درجة إذن عنا جيم قياس الزاوية جيم ها با يساوي قياس الزاوية ألف ها با لأنهما متقابلتان بالرأس ألف ها جيم عنا يه 60 درجة وعنا متقابلة بالرأس دال ها با كمان ستين درجة لأنهما متقابلتان بالرأس متساويتان عنا الزاوية ألف ها دال 120 درجة لأنها متممة الزاوية أو متكاملة مع الزاوية ألف ها جيم إذن ألف ها دال يساوي 120 درجة وهي متقابلة بالرأس مع الزاوية جيم ها با 120 درجة نشاط خمسة أتأمل الشكل المجاور ثم أجد قيمة كل من سين وصاد سين يساوي 180 درجة ناقص بدنا نوجد الزاوية المقابلها بدنا نوجد الزاوية 2 صاد زائد 20 نحن عندنا الزاوية 101 سين 102 يساوي 2 صاد زائد 20 تقابلها بالرأس زاوية سين 118 إذن 2 صاد زائد 20 يساوي 118 إذن 2 صاد يساوي 118 ناقص 20 يساوي 2 صاد يساوي 98 إذن صاد عندنا زاوية صاد يساوي 49 إذن زاوية سين تساوي 180 ناقص 118 يساوي 62 تمارين ومسائل السؤال الأول في الشكل المقابل واحد اكتب ثلاثة من أزواج الزاوية المتكاملة عندنا الشكل الآتي من الزاوية المتكاملة عندنا الزاوية كاف ميم جيم وعندنا الزاوية جيم ميم با متكاملة عندنا الزاوية جيم ميم واو وعندنا الزاوية ميم واو ميم لام الزاوية متكاملة عندنا الزاوية واو ميم با والزاوية با ميم تا زوايا متكاملة اتنين حدد أربعة أزواج من الزوايا المتقابلة بالرأس عنا الزاوية كاف ميم جيم والزاوية با ميم لام متقابلة بالرأس عنا الزاوية جيم ميم واو والزاوية لام ميم تا متقابلتان بالرأس كمان عنا واو ميم با الزاوية واو ميم با والزاوية كاف ميم طا وعنا كمان الزاوية كاف ميم واو تقابلها الزاوية طا ميم با اتنين في الشكل المجاور أحدد أربعة أزواج من الزوايا المتساوية في القياس علما بأن المستقيم ألف دال يوازي المستقيم با جيم نحدد الزوايا المتساوية في القياس عنا الزاوية ألف ها ميم والزاوية سين ها واو وعنا ألف ها سين وميم ها واو المتقابلة بالرأس الزوايا المتساوية هي الزوايا المتقابلة بالرأس عنا الزوايا كمان سين وو دال والزاوية ها واو نون وعنا الزاوية سين واو ها والزاوية دال واو نون السؤال الثالث أجد قيمة سين في الأشكال الآتية لدينا الشكل الأول رقم واحد لدينا في زاوية 35 هذه الزاوية 35 هي مكملة متكاملة مع الزاوية سين إذن منقول عشان نحصل على قيمة سين أو الزاوية سين منقول 180 ناقص 35 يساوي 145 لأنهما زاويتان متكاملتان إذن عندنا سين الزاوية سين تساوي 145 درجة متكاملتان اتنين الشكل الثاني في عندنا الزاوية سين وتقابلها بالرأس الزاوية قياسها 63 إذن سين تساوي 63 لأنها متقابلتان بالرأس الشكل الثالث عندنا في زاوية 110 درجة وعندنا الزاوية سين وعندنا في زاوية 135 درجة ما نلاحظ أنه هذا الشكل في الزاوية سين هو شكل مثلث ومجموعة كما نعرف مجموعة زوايا المثلث تساوي 180 درجة إذن عندنا في زاوية 110 عندنا الزاوية 110 وهي نعتبرها الزاوية واحد إذن عندنا الزاوية اتنين تقابلها بالرأس الزاوية بالمثلث الفيسين كمان ستكون 110 درجة لأنها تقابلها بالرأس وعندنا الزاوية 35 تقابلها بالرأس كمان 35 135 درجة لنحصل على سين عندنا الزاوية اتنين تساوي 45 متكاملة عندنا الزاوية سين تساوي 180 ناقص 110 زائد 45 إذن يساوي 180 ناقص 155 يساوي 25 درجة عندنا الزاوية سين تساوي 25 درجة لأن عندنا الزاوية التي تقابل بالرأس 110 درجة تكون 110 درجة لأن السين يعتبر زاوية من زوايا مثلث ثلاث زوايا ومجموع زوايا مثلث 180 درجة والزاوية الثالثة 45 درجة السؤال الرابع قامت آلاء بقياس زاوية التقاطع القطع الخشبية على حائط نباتات الزينة في منزل عائلتها فوجدتها 75 درجة أجد قياس باقي الزاوية الزاوية ألف ميم سين والزاوية سين ميم با والزاوية با ميم صاد عندنا الشكل الآتي عند الزاوية ألف ميم سين يساوي 180 ناقص 75 يساوي 105 لأنهم متكاملتان عند الزاوية سين ميم با يساوي 75 درجة لأنهم متقابلتان بالرأس متساويتان أن الزاوية با ميم صاد يساوي 105 درجة تقابل بالرأس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة